عايزة أقف شوية عند الفريق اللي في آخر 12 سنة واخد 6 بطولات ده آخر 12 سنة ريال مدريد عايزة أقف شوية بقى عند مدربه كارلو أنشلوتي اللي النهاردة وسع الفارق مع أقرب ملاحقي على مستوى المديرين الفنيين المتوجين بدوري أبطال أوروبا إلى 2 بعد ما كان متفوق بلقب كان محاق أربعة شامبيونز ليج 2 مع إيسي ميلان و2 مع ريال مدريد ده غير أنه كان واخدها مرتين كلاعب مع ميلان كان واخد أربعة قبل ماتش النهاردة كان متفوق على زيدان اللي متوج 3 مرات كان متفوق على جورديولا اللي واخدها 3 مرات كان متفوق على بيسلي اللي متوج بها 3 مرات هو كان واخدها أربعة النهاردة بقى خمسة كارلو أنشلوتي في الكتاب بتاع كارلو أنشلوتي اللي بيتكلم فيه عن الهدوء الهدوء زي ما قدامكم القيادة الهادئة الفوز بالقلوب الفوز بالقلوب وبالعقول وبالمباريات كتاب كارلو أنشلوتي اللي عنوانه بحسب ما هو مقتبسينها من الديلي تيليجراف أنشلوتي أعظم مدير فني في أوروبا رجل هادئ بكل ما تحمله المعنى من كلمة مظبوط قادر على السيطرة بجد على القلوب وعلى العقول وعلى المباريات مظبوط في خلال الكتاب ده كان بيتكلم في مرة من المرات في فصل من الفصول أن أنا مدير فني عندي شخصية مطاطية تقدر تقول كده مطاطية دي بمعنى أن أنا عاد قادر أن أنا أدخل في أي مكان مليان أزمات أعرف أن أنا أتلقى الضربات لكن لأن هي مطاطية فبالتالي أنا قادر أن أنا أتعامل معاها ما بتكسرنيش ما بتوقعنيش بطلع أقصى استفادة ممكنة من الظروف اللي حوالي من كل نادي هو مش رجل المشاريع على فكرة مش المدرب اللي يجيبه نادي يعمل مشروع لا هو المدرب اللي يجيبه نادي كبير يبقى قادر على التعامل مع الظروف أي حاجة موجودة أنا أعرف أشكل بيها فريق وأعرف بيها أتوج والحقيقة ده مش معناها أن ريال مدريد فريق ما فيهوش نجوم ده مليان سوبر ستارز لكن لما لجأوا الأنشلوتي ما كانش عنده الفرقة اللي وصلت لقمة العطاء دلوقتي بوجود كما فينجا وفالفيردي وبينيسيوس جونيور اللي طواروا بقوة كان حواليهم بقى مدربين في أندية كلهم مشاريع منشستر سيتي معاك وارديولا خد ابني وإحنا معاك كلوب مع ليبر بول خد ابني وأنا معاك تشابي مؤخرا مع برشلونة جرب وإحنا معاك لكن هم جاي لهم مدرب أنشلوتي جاء مع فريق المتاح طوره وأضيف إليه أسماء فضلت تطور وبهدوء شديد تو جاريال مدريد من جديد بطلا لدوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدير الفني الأعظم ممكن أقول على جورديولا أنه عبقري ممكن يكون هو مدربي المفضل لكن الحقيقة أن أنشلوتي هو المتكامل المتكامل بجد اللي مع أي فريق بيصنع التاريخ وتوجه بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا